اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة ببرنامجكم حديث عراقي في هذه الحلقة نستكمل حديثنا عن التعليم في العراق اللي بدأناه بالحلقة الماضية واحدة من النقاط المثيرة في التعليم في العراق والتعليم في العراق كما قلنا ونقول وواقع الحال يقول بشكل كارثة كبيرة لذلك اي حديث عن النهوض والازدهار هذا الحديث الكاذب وهذه الدعايات الكاذبة اللي يتكلمون بها كل اطراف العملية السياسية بحزابها وشخوصها وحكوماتها كذبة كبيرة عن الازدهار والتقدم والنهوض العراقي والعراق نموذج كذبة كبيرة لأن التعليم فيه مسحوق سحقا كاملا حقيقة مجتث من الجذور نقيب المعلمين في العراق يقول أننا بحاجة إلى عشرين ألف مدرسة لاحظوا بعد عشرين سنة من احتلال العراق بعد أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار واردات النفط فقط بعد كل هذه الموازنات المليارية نحن بحاجة إلى عشرين ألف مدرسة في العراق هذه كارية طبعا هذه فقط بدون المحافظات الشمال بدون دهوك وأربيل وسليمانية تحدث عن محافظات من الموصل والتنازل إلى البصل شمال يعني غربا وشرقا وجنوبا نحن بحاجة إلى عشرين ألف مدرسة لدينا مدارس كارفانية عبارة عن كارفانات هذه كارثة هذا الآن نحن في عام 2022 والعراق بهذا الشكل لدينا مدارس طينية أكثر من ألف مدرسة طينية والبعض يتحدث عن ألفين مدرسة طينية أخرى قابل للسقوط وزارة التربية تتحدث عن مئات المدارس تقول كذبة كبيرة وحاولون أن يجملوا الوجه القبيح لكن لا يمكن تجميله يعني نحن نحتاج لحقوق الإنسان في وضية حقوق الإنسان في العراق تتحدث عن وجود ألف وخمسمائة مدرسة ابتدائية و275 مدرسة ثانوية غير صالحة للاستخدام قديمة آية للسقوط تحدث عن يعني 820 مدرسة أخرى عبارة عن أبنية طينية ومخيمات وصفوف كارفانية وكارفانات متحالكة تحدث عن يعني هناك أكثر من ألف مدرسة خاصة في جنوب العراق خاض على سيطرة بعض المتنفذين بشكل كل أو جزئي في عموم البلاد هذه كارثة كبيرة مدارس تسيطر عليها شخصيات معينة عشائرية غير عشائرية عصابية ميليشيات تسيطر عليها وتتحكم بالتعليم فيها هناك ما يزيد عن 8 ملايين مواطن في العراق حسب مؤشرات التقارير الدولية الآن لا يقرؤون ولا يكتبون أمية عدد الذين لا يقرؤون في العراق الأمية وصلت إلى 8 ملايين مواطن عراقي مع الأسف الشديد اليونسيف تتحدث ملوظة بنت الأمم المتحدة للطفولة تقييمها لمستوى التعليم في العراق قالت أن العراق فيه نظام تعليمي مدمر كان فيما مضى أفضل نظام تعليمي في المنطقة الآن مدمر تحدث الآن وتحدث كذلك عن 3 وربما جئنا على ذكر هذا الرقم 3 ملايين و 200 ألف طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة أولا كلهم متسربين تحدث عنه هناك ما يزيد عن 90% من الأطفال في المحافظات المنكوبة مثل صلاح الدين الأنبار الموصل وحتى ديالة هؤلاء في سن الدراسة لكنهم خارج النظام التعليمي هذه الجزء من هذه الكارثة كيف تبني المجتمع وكيف تبني البلد الوطن إذا كنت هذه الوسيلة الأساسية للنهوض والبلد لرفاهيته لازدهارة لقوته لنموه معطلة بشهد الشكل ومدمر ومجتثة من الأرض غياب التوازن طبعا وهذا نرجع مرة أخرى إلى أعداد الخارجين وهو هذا اللي جئنا على ذكره القدر يمتحنون بالدراسات العليا غياب التوازن بين أعداد الخارجين وحجزة الدوائر من الدرجات الوظيفية وهذا يفاقم ظاهرة البطالة في العراق يعني عندما تحسب أنه أنت ستمائة ألف يدخلون كل سنة أو أنت كل الإحصائيات تقول أنه ثمانمائة ألف عراقي يدخلون سنويا إلى سوق العمل ولا يجدون عملا إلا جزء بسيط لا يتجاوز الاثنعاش بالمئة منهم يجدون عملا والباقيين كلهم يعني يمسكون طوابير البطالة هذه كارثة كبيرة إذن أنت بلد معطل مستوى التعليم طبعا متدني جدا غياب رؤية تخطيط غير موجود أصحاب القرار ما عدهم يعني ما عدهم قطط تنموية ليس هناك صناعة تحتوي يعني مصانع ومعامل تحتوي ومختبرات تحتوي هؤلاء القريجين وحتى يمارسون اقتصاصاتهم مارسون التدريب ومارسون إنتاج شيء لا توجد زراعة لا توجد صناعة لا توجد تجارة لدينا نفوض يذهب للتصدير من قبل الشركات الأجنبية تأتينا الأموال وتذهب إلى مؤسسة الفساد الكبرى التي ترعاها كل أحزاب وقوة وشخصيات العملية السياسية هذه الحقيقة الإحصائيات تتحدث أنه يوميا 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 يتصرب 360 تلميذ يوميا كل يوم يتصرب من المدارس العراقية 360 تلميذ يعني هذه كارثة كبيرة أعداد الخريجين من الكليات ارتفع نعم وهذا يؤدي لارتفاع أعداد العاطنين على العمل لأنك لا تستوعب ماكو توازن أنت تخرج من الكليات والسوق لا يتحمل ما بيسوق عمل فهون يذهبون يذهبون إلى البطالة للأرصفة لا تخطيط لا رؤية لحاجة العراق الفعلية وينذهبي نحن لا يعرف العراق سوق مفتوحة وبالتالي نحن أمام كارثة كبيرة هذا هو شكل التعليم وهذا هو واقع التعليم مع الأسف الشديد في العراق ربما في الحلقة الأخرى القادمة سنتحدث عن شيء قريب من التعليم يتعلق بالفقر ويتعلق بخط الفقر وجزء من عنده والبطالة التي حلت بالعراق إلى ذلك الحين أترككم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة